السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير اليوم ان شاء الله من قناة ام اماني رح نشارككم اول حلوة من حلويات العيد وهانت البيتاني الكثير من الطلبات اليوم ان شاء الله رح نشارككم حصريا من مطبخي هاذ الحلوة اللي هي باكات الريشة هاذ التزيين لي راهو تندونس انا حضرت به هاذ الوصفة الرائعة رائعة شكلا ومذاقا حشو بزف بنين وعجينة هشة وتزيين راقي تبعوا معي الفيديو للاخير رح تعرفوا على الوصفة وطريقة التحضير بسم الله نبدأ على بركة الله اولنا رح نحضر العجينة راح نحتاج فيها 125 قرام زبدة او ماركارين تكون بحرارة المطبخ مغرف كبيرة من صيق غلاس او السكر ناعم هنا لبنات ما اكثرش السكر لانه فيها حشو هكذا ما تجينيش الحلوة بزاف حلوة ضفت ايضا حبة بيض تكون صغيرة الحجم من ديرهاش كبيرة نتخير حبة ليكون الحجم بتاعها صغير ضفت لهم بتاع بخالينة قاطرات من لهم ورح نخلط هاد المكونات مع بعض بالخلاط الكهربائي يعني هنا نقدر نحضر العجينة غير باليد هنا مرة على مرة راح نهبط الاطراف بهين دامشوا ومها بعض ونكمل نخلط حتى نتحصل على خالية كريمي نضيف مغرف كبيرة من الكاكاو البوني هنا ما نستخدمش الكاكاو الاسود راح نستخدم الكاكاو البوني يعطينا لون مليح ويعطينا ضوء ايضا مليح نضيف ايضا مغرف كبيرة من شاء والميزينة راح نخلطهم مها بعض وراح نجمع بالفارينة هاد العجينة اللي بنت ما فيهاش لخميرة مانيش حابة يعني العجينة تتنفخلي في الفرن هنا راح نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على العجينة لتكون متماسكة يعني كما عجين تصابلي العادية ما تكون شطرية بزيف وما تكونش نشفة كما نعرفوا ان الكاكاوينش بالعجينة لذلك راح نضيف الفارينة بالتدريج هذا هو قوام العجينة راح نشكلها في هاد ليمول هنا البنت في هاد الوصفة من الاحسن تستخدموا هاد ليمول لانهم يجيوا اسواس ومعمول الريشة اللي راح نزين به هاد ليمول راح نتوفرين في الاسواق سعرهم في مدتنا والجميع شريط عشرة يعني عشرة راح يتباعوا عشرة الف انا شريط باكي في خمسين حبا بخمسين الف هنا راح نبدأ نشكل العجينة ممكن اني نوزنها الكوريات وزن الكورية الواحدة 15 كرام راح تجينا اسواس ومحا المول اما اني ناخذ كمية من العجينة ونشكلها حتى تاخذ شكل المول والنحي الزوائد اذا راح نشكل العجينة هنا ما تكونش رقيقة بزف مهما تكسرش وبتكونش خشينها العجينة ما خليهاش ترتاح راح نشكلها مباشرة في القوالب من بعد راح نثقبهم بالفرشيطة وراح ندخلهم الفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة مئوية هناكو الاخت والفرن تاحا حطي طيبون خرجهم وخليهم يبردون نمروا نحضروا الحشو بالنسبة للحشو عندي كمية من القطايف وكمية من الكوكاو هنا بالنسبة للكوكاو يكون محمص ومرحي في الخشين يعني يمدشش وهنا عندي كمية من القطايف اما تشروهم هكذا جاهزين محمصين اما انكم تشروهم ترحيهم في الروبو ومن بعد تحمصهم في الفرن من دون اضافات يعني نفس النتيجة هنا راح نحتاج زوج مغار في كبار ونص من القطايف نضيف لهم نفس الكمية من الكوكاو وليكون محمص ومدشش زوج مغار في كبار ونص يعني نفس الكمية هذا الكمية تعلحش وراح تجيكم سواسوا مع العجينة نخلطهم مع بعض وراح نضيف مغرف ونص من شوكولة تغتيني او شوكولة طالي هنا اختاروا اي نوعية فضلوها راح نخلطهم مع بعض من بعد راح نضيف كمية من الكابريس نروا يتباع يعني جاهز هذا ليجي هكذا لكيد اذا ما كنش متوفر ممكن انكم تشيرو الكابريس دهبوها مع كمية من الحليب وكمية مغرف صغيرة من الزبدة هنا اللي بنتمني اسبل كمية الكابريس ما كنش كمية معينة راح نضيف حتى نتحصل عليه حشو يكون تري شوية يعني يتلاسق راح يكون يتلاسق بهذا الشكل هكذا كنحط الحبة مع فوق حبة راح يلسقنا هنا بعد ما طيبنا العجينة نخليها تبرد وراح نحط الحشو هنا البنات الحشو نحطه غير بالعقل لانه العجينة راي هشة ما تتكسرش راح نعمر نصف الكمية راح نعمرها بالحشو الأول ونصف ثاني راح نعمره بالكابريس اذا نتبعوا معايا راح تفهموا كل الخطوات اذا هنا كما قلت لكم النصف الأول راح نعمره بالحشو اللي كنت حضرته راح نحط كمية مليحة وراح نسويها هكذا ونكمل بنفس الطريقة كما قلت لكم لبنات غير بالعقل بما تتكسرش الحبة لانه الحشو هذا يجي شوية معلك الحبات اللي تبقى راح نحشيهم بالكابريس هنا راح نعمرهم يعني نحط كمية مليحة من الكابريس بها تلسط مع الحبة اللي راح نحطها من فوق هنا من الاحسن البنات استخدموا خاصة إذا كانت عندكم كمية كبيرة راح تكون طريقة يعني عملية أكثر الآن راح نلسقهم مع بعض هنا لبنات دائما الحشو اللي يكون سائل ولا طريب الزاف يجي من تحت وليكون ثقيل ومتماسك يجي من فوق يعني الكابريس راح نخليها من تحت ونديروا فوقها الحبات اللي كنا حشيناهم بالحشو اللي حضرته لأنه لو كنديروا الطريقة العكسية الكابريس راح تسيح هكذا نضمن أنه الكابريس متسيحش راح نلسقهم بهذا الشكل من بعد راح نقلاسيهم بالشوكولة قبل ما نقلاسيهم بالشوكولة راح نحضر الموتيف اللي راح نزين بيه من فوق هنا بالنسبة للمول اللي راح نستخدموه مول الريشارة هو تندونس راح نتوفر في الأسواق كان هذا ترونسبارون جد عملي فيه نضن 12 الموتيف وكينتع السيليكون لما نصحكم شبيه في الشوكولة يعني هذا كتا عجينة السكر لأنه أولا غالي ثانيا فيها موتيف واحد فقط راح ياخد بزاف الوقت باه تزينو كمية من الحلوة هنا هذا سعره فيه متناول جميع شريته ب 7000 هنا كنت ذوبت كمية من الشوكولة من دون إضافات وراح نعمر المول هكذا أنا استخدمت هذه الأدات ممكن أن نكون بمغرف صغيرة فقط راح نعدل الشوكولة من بعد راح ندخل المول للمجمد حتى تتمسك الشوكولة هنا بنسبة الشوكولة المتبقية ضفت لها مغرف كبيرة من الزيت وراح نقلاسي بها الحلوة هنا نحاول نغطي الحلوة من الأطراف جيدا هكذا لما تخرج ليش الكابريس أو الحشو نحي الكمية الزائدة ونخليها تنشف ونكمل بنفس الطريقة حتى نقلاسي كل كمية الحلوة هنا بعد جمدة الشوكولة راح تأخذ معي عدة دقائق فقط في المجمد راح نخرجها بكل سهودة سهولة عفوا راح نتحصل على هذا الشكل الرائع كما راح نشوفوا البنات هنا بالنسبة للتزيين اللي يجي على الأطراف اللي هو اللون الذهبي راح نحتاج لبودغ دوري ونحتاج لسولفون يعني هذه العملية كنت عملتها معكم في فيديو سابق ورح نعودها راح ناخذ كمية من البودغ ونضيف لها كمية من السائل هذا ورح نخلط معها بعض إن الخليط ما يكونش يعني جاري بززف وما يكونش أيضا ثقيل لنقدر نلوم به الشوكولة هنا ناخذ بانسويكون صغير ونبدأ نتفنن راح نزينها فقط على الأطراف يعني كما راح نشوفوا الحلويات الجزائرية ما شاء الله كل يوم موديل جديد كل يوم مول جديد صراحة الحلويات الجزائرية لا يعلى عليها هنا اللي يحب الرسم بيحب الألوان راح تعجبوا هذا العملية هنا بعد ما نزين الريشة راح نثبتها من فوق فوق الحلوة لي ما عندهاش هذا اللون الذهبي يعني تقدر تستغنى على هذا الخطوة هذا هو شكلها بعد ما نزينتها راح نثبتها فوق الحلوة بعد ما كنت ذوبت كمية من الشوكولة نثبتها هكذا راح تجي سواسوا مع الباكات وهذا هو الشكل النهائي شوكولة بتزيين الريشة يعني حلوة راهي جديدة تندونس ضوقها رائع شكلها أروع تمنى أنكم تجربوا الوصفة تنجحوا في تحضيرها بالنسبة لكمية البنين تعطني حوالي 15 حبة هنا راح نقسم لكم حبة قسمتها غير بالعقلب ما تدفتت ليش العجينة الحشو بزف بنين والعجينة الدوب في الفم ما بقى لغرقكم إلى اللقاء البنات نطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله